اشتركوا في القناة وهذه الترموستات تتكون من عنصرين أو من شاشة العرض كما تلاحظون في الصورة هي عبارة عن شاشة من خلالها نتحكم في الإعدادات وكذلك نراقب درجة حرارة الغرفة ونجد لوحة إلكترونية في صندوق الكعربائي تيكسيل XM670K هذا هو الموديل الترموستات يتم توصيل بينهما أي بابين شاشة العرض وهذه اللوحة إلكترونية بتوصيل كعربائي في 34-35 يعني جميع التوصيل الكعربائية سيتم توصيلها هنا إذن هنا يتم توصيل مروحة الكوندونسور 15-16 وفي 13-14 يتم توصيل كونتاكتور خاص بالفروس و11-12 من أجل تغذية كونتاكتور الضاغط الأول و19 من أجل تغذية كونتاكتور مروحة المبخر وكذلك يمكن لنا أن نضيف ضاغط ثاني هنا يتم إضافة ضاغط ثاني في البرمجة يمكن لنا أن نستغل هذا الرولي من أجل تنشيط الكونتاكتور الثاني هنا الضاغط الأول وهنا يتم توصيل الكونتاكتور الضاغط الثاني لأن هذه المنظومة تحتوي على أربع ضاغط في كل ضاغطين يتم تحكم فيهما بالترموستا واحدة إذن ضاغطين ترموستا واحدة وضاغطين أخرين لترموستا الثانية وما عبارة عن ضاغط مانوروب دانفوس وكذلك يتم توصيل الكهربائي أو التغذية الكهربائية في سبعة تمانية من أجل تغذية هذه الترموستات وفيما يخص حساسات درجة الحرارة لصنط تومبراتير فإن هذه الترموستات يمكن أن تستقبل أو يمكن توصيلها بأربع حساسات الدرجة الحرارة الأولى ما بين 28 و 29 حساس درجة الحرارة الغرفة و28 و 27 حساس درجة الحرارة المبخرة من أجل فان ديجي فراج من أجل مراقبة الدفروس وكذلك 25 و 26 من أجل قياس درجة خط السائل وتحكم في سرعة المروحة أما 25 و 24 فإنه حساس غير موجود ولم يتم برمجته وهنا نجد مداخل رقمية لزونترين إميريك هي من أجل حماية الوحدة التبريد يعني مثلا في 32 و 33 يتم توصيل مفتاح الضغط المنخفض يعني الدي واحد وكذلك نجد ما بين 32 و 31 يتم توصيله مع مفتاح الضغط المرتفع الدي اثنين ودي ثلاثة يعني مدخل رقمي الثالث 32 من أجل فاند كورس دوب بوت يعني مفتاح الباب في حالة فتح باب الغرفة يتم إيقاف مروحات المبخر لبعض الوقت وفي حالة طال هذا الوقت يتم إيقاف كذلك الكمبريسور يعني من خلال هذه المداخل الرقمية يتم تحكم في المنظومة وكذلك حمايتها سنعود إلى الشاشة الرقمية لمعرفة كيف يتم تعامل مع الترمستات إذن في حالة ما نريد تغيير درجة حرارة الغرفة نضغط على ست ثم نقوم بتغيير درجة حرارة المرغوب فيها التي سيشتغل عليها هذه الغرفة إذن نضغط على ست لتأكيد درجة حرارة الغرفة من أجل الدخول إلى الإعدادات الرئيسية أولا نقوم بإلغاء القفل بالضغط على الزر زيادة ونقصة إلى حين ظهور PON ثم نضغط على الزرين على التوالي ست وزر نزول إلى حين ظهور HY HY هي الديفيرانسيال أي الفارق فارق درجة حرارة الشغال الصمام السائل إذن 2 هو درجة حرارة الفارق ثم نضغط على الزر نزول وندخل إلى عدة أو نجد عدة إعدادات يتم استعانة دائما بالPDF أو katalog MDF هو إعداد خاص بالدفروس يعني 30 دقيقة يتم استغرق والدفروس MDF نضغط على ست ثم نضغط على الزر نزول ثم نجد ADF هو الفارق ما بين ديجي فراج الأول والثاني يعني كل ثلاثة ساعات سيتم دخول الدفروس ليستغرق 30 دقيقة ثم نضغط على الست للخروج ثم نزول نجد DTE هو إعداد خاص بفان ديجي فراج نهاية الدفروس بدرجة حرارة وليس بالوقت لأن الدفروس يمكن له أن يخرج بالوقت وكذلك إذا ارتفاع درجة حرارة المبخرة يكفي تدويب التنج سيخرج بارتفاع درجة حرارة المبخرة إذن سنقوم بإعداد أو إعادة ضبط هذا الفان ديجي فراج سنقوم ببرمجته في زائد عشرة يعني في حالة ارتفاع درجة حرارة المبخرة بقياسه بحساس درجة حرارة الثانية الذي يكون في المبخرة فإن الدفروس سيخرج ثم نضغط على SET للخرج كما رأيتم وهناك عدة إعدادات يجب دائماً استعانة بالكتالوج من أجل الخروج يتم الضغط على SET وزر أو بطن ارتفاع على التواريد ثم نخرج أما الآن سندخل إلى الإعدادات مستواء الثاني من جديد نضغط على SET وزر انخفاض يظهر لنا الإعدادات ننزل إلى PR2 ثم نضغط على SET ونقوم بالضغط على SET كذلك لإدخال الرقم السري وهو 321 هو رقم سري أو باسورد ستندار في جميع الدكسيل يمكن لنا أن ندخل بهذا الرقم أو هذا الباسورد إذن 321 نضغط على SET وهنا نجد كذلك جميل إعدادات جميل إعدادات الممكن إيجادها سنجدها في المستواء الثاني أما المستواء الذي دخلناه في بداية الفيديو هو المستواء الأول يمكن لنا أن لن نجد بعض الإعدادات نفس طريقة نضغط على SET وزر ارتفاع من أجل الخروج إذن نقوم في الأخير بعد تغيير إعدادات بالضغط على الزرين ارتفاع وانخفاض على التوالي لكي يتم قفل إعدادات راح دمائيا POF POF يعني الآن قمنا بإقفال ميزة إقفال الترمسطة هي ميزة جيدة من أجل حماية الغرفة يعني من أجل حماية من أي أحد دخول أو ولوج إلى الإعدادات وتغييرها ويبقى الفني العارف أو الذي يتمكن من هذه الترمسطة هو الذي يتمه أو هو الذي يقوم بتغيير الإعدادات أتمنى من كل مشاهد جديد أن يقوم بالشراك معنا بالضغط على الزر الشراك وكذلك لا تنسوا اللايك للفيديو تشجيعا لكم منا على استمرارية وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر